ينضم إلينا من يدلهي استشاري طب الأطفال والأسرة في مستشفى بولو الدكتور وليد بكيلي أهلا بك معنا دكتور وليد في أخبار المملكة بداية وطيرة عالية للإصابات يتم تسجيلها في الهند هل هذه الأرقام طبيعية إذا ما تم النظر إلى عدد السكان لعدد سكان الهند طبعا البالغ مليار واربعمائة مليون تقريبا؟ حقيقة تعداد سكر الهند مليار وثلاثمائة مليون نسمة حقيقة الأرقام مقارة بتعداد السكان مقارة بالتحور الحاصل والذي حنتوقع أنه أشد سرعة في الانتشار بنسبة 20% عن الفيروس التقليدي اللي كان في الموقع الأولى باعتقد أن الأرقام توازي التوقعات بسبب كبير عدد السكان طبعا السبب الأساسي هو التراخي اللي كان موجود في الأشهر الماضية وتراخي كم مجتمعي كبير متوقع الأعداد هذه طب ماذا عن حال المستشفيات؟ هل هناك نقص في المعدات وأجهزة الأكسجين؟ ما زال هذا النقص موجود؟ حقيقة إذا أتكلم عن المستشفى اللي نعمل فيها في العاصمة نيودلهي مستشفى بولو وهي أكبر مجموعة أكبر مستشفى في العاصمة لم ألمس عندنا هذه الأيام موجود أي نقص في المعدات أو في الأكسجين أو في الإمكانات أو حتى في القوى البشرية لكن هناك مستشفيات صغيرة ومترامية الأضراف في حدود العاصمة وفي بعض المستشفيات في العاصمة كانت عندها احتياج للأكسجين فعلا هناك فيه طيب المساعدات التي وصلت لأل هند إذا ما كان لديك أي معلومات من الممكن أن تطلعنا عليها طبعا لدينا أخبار أنها وصلت مساعدات من عند الدول منذ أكثر من عدة أيام ماضية إلى اليوم طبعا من عدة دول من الولايات المتحدة الأمريكية من ألمانيا من بريطانيا جاءت من السعودية من مصر من دولة الإمارات من اليابان من عدة دول يعني وصلت مساعدات وكيد هذه المساعدات كانت لها دور إيجابي في تخفيض حدة وشدة الضغط المتواجد على نظامنا الصحي وصلت بعض المساعدات نعم طيب هل فيما يتعلق بالفيروس أو المتحور الهندي هل هناك أي سمات معينة لهذا المتحور هل أيضا ثمت اختلاف لربما في الأعراض عدد الوفيات إذا ما تم مقارنتها بالمتحورات الأخرى حقيقة حسب التقارير الأولية الناسية من علمائنا هنا في الهند كانت الأخبار أمس يعني تؤكد أنه تؤكد جزئتين اللي نحن كنا منتظرين هذا الموضوع الجزئية الأولى أنه عبارة عن متحور الشديد للانتشار سرعته ونشاطه وسلوكه نفس سلوك المتحور اللي صار في بريطانيا ولا يوجد أي أدل أنه هو أكثر فتاكة أو أنه شديد على الصحة مقارنتا بالفيروس اللي كان في نفس الفيروس اللي كان متواجد في الموقع الأولى بي وان سيكس وان سيفن طبعا أؤكد أنه التطعيمات اللي متواجدة معانا في الهند طبعا معانا تطعيمين تطعيم أسترازينيكا اللي يسمى هنا في الهند كوفي شيلد ومعانا تطعيم المنتاج الهنديا اللي هو كوفاكسين أثبت فعاليته في مكافحة هذا التحور اللي او بي وان سيكس وان سيفن كنت معنا من أن يدلهي استشاري طب الأطفال والأسرة في مستشفى أبولو الدكتور وليد بكيلي شكرا جزيلا لك